حال قدر الله عجز على ربما تسديد أو تسديد جزء ربما من دين خلال هذا المدة كيف شرح تديره؟ نفس الإجراءات اللي كنتوا تتخذوها من سابقا يعني المتابعات القضائية الحجز أم لا؟ شرح تديره في هذه الحالة؟ لا لا هي كدرنا تقييم ما بين الإجراءات اللي نبعنا تكلموا لها نعم ما كانش متابعة قضائية حاليا يعني حجف هذا لا لا ما كانش متابعة شوف حتى لي ما يستدتش قرض من أعلى عام والله لا على ذلك كان إعادة جدولة والله كان سلتان فيناليتي نعم ديهم البنكار أمور عادية ما فيها لمتابعة قضائية هذه باش نرجع المدة نعم المدة للنقطة تع القضايا حني كان فيه قرار سياسي ليجمد المتابعات القضائية ضد الشباب مهما كانت وضعيثهم اليوم ما كانش متابعة قضائية ضد أي شب ولكن القرار هذا عنده مدة تكمل في 31 ديسمبر 2021 وإحنا فتحنا منصة رقمية وين نسجلوا فيها يعني دلنا دعوة للشباب لأصحاب المؤسسات المتعطيرة باقي يسجلوا نفسهم في هذه المنصة وباقي يصنفوا المشكلة تحت وكانت عدة إجراءات فيهم فئة والله فيهم فئات لنقدروا الكثير ربما في هذه النقطة سجل في هذه المنصة لكن ما كاش رد يعني شهر شهرين متى يكون الرد يعني باش نطمئنوا هذا الشباب وهو حالي حالي ما كان شهر لأن الإجراءات صدرت دخل الأسبوع الماضي نعم رسلناها يوم الأربع الماضية لمسا الوطن عندما أسبوع على الأكثر وأسبوع بها بها المرافقين يطلعوا على الإجراءات الجديدة ولكن كانوا على عين بها ونحن اليوم نصنفوا المشاكل ننتعى المؤسسات المتغرة ولكل صعوبة لكل مشكل وجدنا له حل حتى من الشاب اللي باع العتاد نتاعه نجينا له حل لازم يسنف روحوا على المنصة هذه ويتقدم للوكالة ويتقدم نخر صندوق الكافة للمشتركة كيه لفوند غاروتي وكان إجراء فيه إعادة جدولة الدين تاعه اللي قد اعتوصلها حتى لعشر سنين ولا تفوجها لحسب الحالة